شوف بالنسبة للحشائش صعب حصولنا على الحشائش في الوقت الحالي لارتفاع الأسعار حنا أهم شيء نطلب من الحكومة ونطلب من الأعضاء ونطلب من مجلس الأمة التركيز على الدعم وزيادة الدعم للأعلاف الشعير أهم شيء لأن كل الارتفاعات هذه صارت مع ارتفاع الشعير ارتفع الشعير ارتفعت ورا كل الشوار ارتفاع ارتفاع الحشائش ارتفعت لا لا ما تسوي شيء عادي عادي فحنا نطالب أهم شيء نطالب في دعم الشعير أهم شيء نطالب فيه هو دعم الشعير شوف كلها حاجات مبتكرة ولعب تجار بالنسبة للميناء الميناء صارت مشكلة في الدولة نفسها وكلين يعرفها اللي هي دخول اعتقد مخدرات او او الى اخره فطلبوا كل شيء يطلع من الميناء عن طريق الجهاز فهذا سبب ربكه في خروج الاتبان وحتى البضائع يعني بشكل عام استغلوها منه التجار خزنوا الأعلاف وباعوا التوالف فيه توالف كانت تباع في اسعار زهيدة ارتفعت وصلت مبالغ خيالية وهذه ساعد فيها التجار وساعد فيها البيّاعة وساعد فيها اخواننا الله هداهم اللي ما قاطعوا لكن الان اثمر مقاطعة اخواننا المربين اثمرت وانزلت الاسعار لكن حنا نطالب في نزولها الى الاسعار السابقة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة